سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة على قناة الحياة المسيحية مرحباً أيضاً بمشاهدينا على صفحة الفيسبوك المرأة المسلمة مباشر موضوع حلقة النهاردة حيكون عن إغلاق الكنائس في الجزائر عنوان حلقتنا النهاردة دلوقتي حتشوفوه على الشاشة حيكون كنيسة الجزائر تصلي في هذه الحلقة حنائش واحد إغلاق الكنائس في الجزائر ارتباط المسيحيين بالغرب في ذهن إخوتنا المسلمين دي حقيقة ولا يعني إيه واقع هذا الأمر أيضاً النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها هو موضوع الفرق بين العرب والأمازيغ وتسييس الأمر بين يعني شعب واحد هو شعب الجزائري سواء كان عرب أو أمازيغ وايه حقيقة هذا الأمر أيضاً والرسالة الأخيرة والنقطة الأخيرة اللي هنتكلم فيها النهاردة هو موقف ورسالة الكنيسة الجزائرية عامة في حلقة النهاردة حيشرفني أني أستضيف أحباء من أخواتنا المؤمنين الجزائريين حيكون معنا الأخت أميرة خادمة الرب وهي أيضاً عابرة جزائرية أهلاً بيك يا أخت أميرة وأيضاً القس كريم وهو جزائري عابر يحدثنا اليوم من فرنسا وهو أيضاً متخصص في اللهوت المسيحي والدراسات الإسلامية مرحباً بيكم جميعاً بشكركم على حضركم معنا السيس كريم أهلاً بيك والأخت أميرة أهلاً بيكم أهلاً شكراً الرب يبارككم طيب إغلاق الكنيس في الجزائر موضوع الحقيقة على صدارة اهتمام الكنيسة عموماً دلوقتي والمسيحيين في العالم كله والمهتمين بحقوق الإنسان والحقيقة شفنا أنه في عدة كنايس أغلقت في الأيام الماضية لكن حقيقة الأمر ما ابتداش من العدد اللي أغلق من الكنيس ده في الفترة دي فقط ولكنه كان لي بدايات مسبقة من حوالي سنة أو سنتين أيضاً أغلقت بعض الكنيس والحوار دار وما زلنا بنشوف أنه الأمر لم يتغير وأنه كان فيه إصرار على إغلاق الكنيس أصدر والي مدينة تيزيوزو اللي اسمه محمد جامع قرار بإغلاق الكنيس في مدنته نتج عنده تدعيات كثيرة جداً في المجتمع أراء بتندد وأراء بتساند لكن المشهد اللي احنا شفناه وحنشوفه يعني دلوقتي يجب أنه يقف عنده التاريخ بصراحة لأنه اليوم في القرن الواحد والعشرين احنا بنشوف أنه التشدد والعرقية والتدين المتطرف بيخلي الناس تعزل الآخر وابن البلد وبنت البلد لا يستطيعوا أنه يمرسوا حقهم الأساسي في عبادة الله اختيار كيف يعيشون حياتهم مع الله فإحنا أمام قضية هامة ومش بسيطة الحقيقة دي في جريمة بترتكب الآن أن يمنع إنسان من حقه الأساسي في أنه يعبد الله بحرية احنا شايفين يعني مشهد كنيس بتقفل وناس بتتجر برا الكنيسة والفيديو اللي حنشوفه ده دلوقتي الحقيقة بيمثل يعني صعوبة هذا الموقف شايفين إزاي البوليس الجزائري دخل الكنيسة وبيشدوا الناس بيخرجوهم بالقوة بأي حق تمنع إنسان مسالم أنه يتعبد أنه يمارس حقه الأساسي في الحديث مع الله فيكون بركة المجتمع على فكرة يعني مشهد إخراج المسيحيين بالقوة ده بيورينا قد إيه يعني المشهد صعب وحياة المسيحيين في الدول العربية والإسلامية صعبة جدا حروح للأخت أميرة الأول أميرة الفيديو اللي شوفنا ده دلوقتي يمكن يكون في كنيسة أنت حضرت فيها الإخوة تعرفيهم وليك عشرة روحية معاهم إزاي أثر عليك نفسيا وروحيا ويعني أنت إزاي تأثرت بالمشهد؟ تفضلي شكراً لأنك تعطيني الكلمة وأخت أماني صحيح هذه كلها أمور صعبة بصراحة أنا صدمت أن نشوف هذا الأشياء تصير داخل الكنيسة أنا اللي نعرف على كل هذه الإخوة والأخوات أنهم ناس يحبوا ربي ويحبوا يعبدوا ربهم ويحبوا شعبهم ويحبوا بلادهم فالمعاملة هذه عنيفة حتى ولو في مشاكل ممكن الناس تتكلم فهذا صدمني أنا قضيت وقت ما نقدرش نعبر على شعوري وما نقدرش حتى نستوعب وش اللي يصير طيب أنا بشاركك للمشاعر دي الحقيقة لأنه حب أشارك معاكو حاجة قبل ما تجه للأخ كريم وأنا بصلي من أجل الحلقة الأسبوع ده اتصلت بي صديقة في دولة غربية وهم الحقيقة دايما بيكتمعوا يوم الجمعة الصبح يصلوا من أجل البرنامج ده في كنيسة غربية ولكن في اليوم ده الرب وضع على قلبهم من حوالي أسبوعين أنهم يصلوا لشمال أفريقيا ولكنائس شمال أفريقيا ولما سمعت بالأحداث بعد ما هما بدأوا الصلاة الحقيقة تأثرت جدا واتصلت بي عشان تقول لنا أنه الكنيسة عموما بتصلي من أجلكم وده أثر فيها جدا لكن في نفس الوقت عايز أقول أنه الله دائما بيعد لنا مخرج قبل ما تيجي الأزمة اللي بنمر بيها فيعني الرب مرتب ليكم مؤمنين في العالم كله بيصلوا من أجلكم قصة كريم إزاي المشهد ده أثر عليك يعني أنت إنسان مش بس مسيحي مؤمن عابر لكنك أيضا إنسان لك فعلياتك في المجتمع وده بلدك وشعبك وكنستك فيريد تشارك معنا مشاعرك في البداية أريد أن أشكركم لهذا البرنامج على الموضوع الكنائيس في الجزائر نعم لما أشوف الصور والفيديو أشكرت بأصحاب إخوة الجزائريين أنا صحيحا مغضوب في الداخل مغضوب في الداخل لأنني أشعر بأن الإخوة ليس لم نحترم عبادتهم ولا حبهم للرب لله هذا شيء جديد وشيء غير جميل للجزائر للسلوطات الجزائرية ولجميع المجتمع الجزائري خاصة أن الجزائر كانت من أوائل البلاد التي سمحت ببناء الكنائس بصورة مفتوحة هل الأمر ده ابتدى في أواخر التسعينات على الأقل؟ نعم الجزائر في أواخر التسعينات نعم في بداية التسعينات في بداية التسعينات في بداية التسعينات الكنائس هما بنوا بنوا قاعات للعبادة ولتبشير الإنجيل لكن في الإصراء في الأيام هذه الأخيرة حاجة معجبة حاجة عكيبة عكيبة نعم غير غير مقبولة ثانيا غير مقبولة لأنهم هما مسيحيون يحبوا الرب ما رأهمش ما رأهمش دي دي لانكون والذي الشعب يدروا الظلم الآخرين لهذا لا نفهم لا يعني مفهوم هو شيء صادم في الوقت ده بالنسبة لنا عموما هو بالنسبة لنا جميعا ودائما لما بتحصل حاجة زي كده صادمة بالشكل ده دائما بنتجه لجسد الرب المسيحيين بنصلي بنتجه لأننا نقف جنب المظلوم ونصلي من أجله ولكن أيضا نقول كلمة الحق وده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة في برنامج المرأة المسلمة عن المرأة المسلمة الجزائرية وعالتها كلها احنا وقفين معاك في الثغر بنصلي من أجلك وعارفين أن الله حيخرجكم من المحنة دي بثمار يعني المئات والألاف يجوا لمعرفة المسيح في اسم يسوع خليني أقول بما أنه ذكرنا ده أنه الأسيس صالح رئيس الطايفة الإنجلية قدم رسالة ونداء بالمساعدة والصلاة والوقوف إلى جانب الكنيسة الإنجلية أنا حابة أن احنا نشوف الفيديو اللي جاي وأنا حقرلكم الترجمة العربية اللي قاله الأسيس صالح تفضلوا أخواتي وأخواتي وأصدقائي الأحباء مساء الخير معكم رئيس الكنيسة الإنجلية الجزائرية القصة للكنيسة الإنجلية لمدينة تيزيوزو أردت أن أشارك معكم في هذا الفيديو قلقنا والمشاكل التي نعيشها اليوم أريد أن أعلمكم أن هناك 11 تجمع من التجمعات قد منعت وأوقفت من قبل الحكومة الجزائرية وهذا الأمر يقلقنا لأننا لا نعرف ما الذي سيحصل معنا ولا إلى أين نذهب ولا نعرف ما هي غاية الحكومة أطلب منكم أن ترفعونا في صلواتكم لأن الوضع خطير جدا أرجو منكم أن تشاركوا قدر الإمكان هذه الرسالة وليبارككم الرب أمين ونحن بالتالي نقوم بدورنا كإخوة لكم نحن نشارك هذه الرسالة أولا نحن نريد أن نصلي من أجل الكنيسة الجزائرية أخت أميرة لو تحب ترفعينا في الصلاة ونكمل النقاش من هنا تفضلي يا ربي نحن دايما نحب نرفع اسمك نحمدك ونشكرك من أجل محبتك من أجل أمنتك ومن أجل كونك معنا في كل لحظة نحن نصدق ونؤمن أنك دايما موجود معنا مهما كانت الظروف وأنت اللي تاخد إيدنا وتمشينا من خلال الصعوبات أو الأوقات السعيدة نحن نعرف يا ربي ونثيق فيك أنك هذا تحت إيدك أنت أقوى وأنت أكبر من كل الأمور من كل الظروف من كل اللي يحصل ونحن وثقين أنه أنت تتدخل وأنت تبارك شعبك وأنت عندك إرادة طيبة للجزائر كشعب كبلاد للمؤمنين كلهم المسلمين أو المسيحيين أنك تباركهم أنك تحب تدخل في قلوبهم بطريقة أعمق وتظهر نفسك وتظهر مجدك وتظهر حضورك وسلطتك على بلادنا الجزائر نحمدك ونشكرك يا ربي لأنه أنت عمل خير فينا وأنت تحبنا وأحنا دايما ماشيين معاك وأخضعين لك ونرفع اسمك ونحبك يا رب ونمجد اسمك باسم يسوع أمين أمين أشكرك أخت أميرة إحنا دلوقتي معنا القس نور الدين راعي كنيسة ينبوع الحياة وهي إحدى الكنائس اللي أغلقت في الأيام الأخيرة أهلا بيك أخونا قس نور سلام المسيح ومعنا أهلا بيكم وربي باركم وشكرا على الدعوة والاتصال شكرا ربي باركم هل تسمع؟ نعم الآن أسمعك أهلا بيك أهلا بيك حضرت الأسيس حمد الله على سلامتك شكرا شكرا ربي باركم شكرا ويباكك أيضا سعداء أنك تكون معنا النهاردة ويعني حابين أنك تشاركنا بما على قلبك واللي مرت به كنيستك شخصيا لأنه كنيستك أيضا أغلقت في الأيام الأخيرة تفضل آه الشيء يعني هو مؤسف ومؤلم يعني بنسبة لنا كمؤمنين كمسيحيين كقادة فهو شيء غير منتظر يعني بنسبة لنا لأننا كنا يعني نعيش في أمان وسلام مع كل شعب يعني ما فيش أي مشكل يعني مع عائلتنا مع جيراننا مع أصحابنا فشيء غريب يعني بنسبة لنا يعني ككنيسة تم إغلاقها يوم ثلاثاء يعني ثلاثاء صباحا الماضي فلكن فيه كمان فالسبب يعني الواضح لكن نحن نثق يعني في في رب لأن الكنيسة يعني مش كنيسة شخص كنيسة رب هو هو القائد هو المسير وهو الرأس وهو السلطان يعني فإن حدث ما حدث يعني مش مش يعني يعني يحوفنا أو يكسر إيماننا وإنما هو القادر أو الكشول إن حدث الأمور فإن لم يسمح رب أن تحدث فلن تحدث ونحن كقادل وكشعب رب في الجزائر نحن وافقين أن خطة رب سوف تكون الكنيسة في المستقبل القريب يعني البركة للجزائر والشعب الجزائر باسم يسوع طيب إحنا حضرة الأسيس إحنا معنا فيديو لغلق كنيستك أعتقد أنه كنت حبة أن إحنا نحط الفيديو بس وطولي صوت الفيديو علشان يشرح لنا حضرة الأسيس واضح أنه عساكر الدرك دخلوا وإنتم في وسط التسبيح الفيديو بتاع كنيستك فعلا نعم يعني لفت نظري أن تشرح لنا تفضل يعني الشيء حدد أن المؤمنين يعني رفضوا مغادرة الكنيسة نعم فلكن لما وصلت الأمور أن يعني الرجال الأمن دخلوا الكنيسة فهذا اللي يعني تدخلت وقلت أنا مش ممكن يكون يعني يعني البيت الرب يتحول إلى أمور مش موجودة في الكتاب المقدس يعني فطار يعني البيت الرب هو بيت سلام بيت صلاة بيت بيت أين المجد الرب يتمجد والمسيح يعني هو الرب السلام أتى لي يغير الأمور إلى الأحسن بنسبة لحياة أي شخص هناك وقت بيت تتكلم وجنبك البوليس وهي دي كانت رسالتك إن البيت الرب يتفضل وطلبت يعني طلبت من الشعب الرب أن يصلوا من أجل رجال الأمل يعني الدرك الموجودين في الكنيسة وكلمت معهم وقالتهم نحن نحب الجزائر ونصلي من أجل سلامتكم نصلي من أجل سلامة الجزائر لأن لسنا من خارج الجزائر ونحن جزائريون ونعيش في الجزائر وزدنا في الجزائر ويعني مستقبل في الجزائر لكن مهم شيء أن رسالة التي توصل من خلال قناتكم إلى كل متفرجين أن الشعب أو المسيحيين في الجزائر يعني مش شيء غريب يعني فهم جزائريون ككل جزائريين بس يعني القضية الإيمان هي قضية شخصية يعني واختيار شخصي فهذا الشيء يمكن أن لم يفهم ربما من الأغلبية لكن كل المؤمنين موجودين في الكنائس سواء في كنيستنا في مكودة أو في كل الكنائس في الجزائر هم جزائريون ولم يأتوا من أي بلد آخر يعني نحن في الجزائر فكل جزائريين يعني نعم أمين حضرة الأسيس نحن نصلي معكم من قبل الجزائر وأيضا عندنا كقناة الحياة علاقات بالبرلمانات الأوروبية وهنكون دائما وعد من قناة الحياة صوت لمن له صوت في هذه الأمور اللي بتضطهد إخواتنا المسيحيين أو العابرين عموما من خلفية إسلامية أو المسيحيين عموما لكم كل الحق إنكم تكونوا مصدر سلام وصوت للمسيح في بلدكم أمين نعم أمين ما عندناش أي هدف آخر يعني ما عندناش أي هدف الوحيد هو أن تكون في سلام رب ونحن الشعب مسالمية يعني هدفنا الأساس هو أن نصلي من أجل بلدنا ونحب بلدنا ونبقى في بلدنا أمين وهمنا الوحيد هو أن نحترم يعني نحترم كما نحترم الآخرين وده حقك كإنسان وحقك كمواطن جزائري وحقك أنك تعيش حرياتك مع الله خليني أروح للقس كريم يعني خليك معنا حضرة الأسيس لو نقدر نحطه على هولد على التليفون قس كريم يعني حضرتك مغترب تعيش في فرنسا وليك دور أنت تريد أن تقدمه لشعب بلدك وأخواتك المسيحيين وهذا الدور اللي تكلمنا عنه النهاردة لا يخص فقط المسيحيين ولكن يخص حرية الإنسان عموما فيريد تكلمنا عن أي دور المسيحيين في الغرب لمسندة أخواتهم اتفضل شكرا شكرا أخت أحيي بزميلي قصيص نوردين أريد أن أقول بأن المسيحيين في الغرب في فرنسا هما يصلوا على المسيحيين في الجزائر هما يخدموا رب يديروا كل ما يستطيعوا لكي أن يأتوا بمساعدة لأخواتنا وأخواتنا في الجزائر نعم عشان يقدروا يعيشوا حقوقهم وحياتهم براحتهم نعم حقوقهم في فرنسا أو في الجزائر فهمت أن المساعدة التي تريد أن تقدمها أن الجزائريين المسيحيين يعيشوا حقوقهم بحرية نعم نعم تفضل نعم بكل حرية نعم لأن نريد أن أقول لأخواتنا المسيحيين في الجزائر بأننا نريد أن متضمنين معهم نعم على جميع المستوى على المستوى الروحي نريد أن نكمل في الصلاة من أجل الكنائس في الجزائر على المستوى السياسي نريد أن أقول لهم نحن في حوار مع متضمن البروتستانتية في الإنجليزية هنا في فرنسا بورتوفيرت وكنف لحصول على بيانات سياسية تحث السلطات الجزائرية على وقف اذتهاد المسيحيين نعم وعلى مستوى الشعب نحن نخطط لعقد تجمع أمام البرنامان الفرنسية في باريس لكي نعلن الشعب بأن المسيحيين في الجزائر هما مغربين الحال لأنهم مسيحيين لإيمانهم نريد أن نقول لإخوتنا بأن يأمنوا بالمسيح أن يأمنوا بالمسيح أن الرب يشجعهم أن يعطيهم القوة والحكمة لكي يعملوا بالميور فاسان والميور فاسان لفاق أجمل أعمال جميلات وأجمل أعمال سمحولي بأعربية عندي بزاف لا يوجد مشكلة لكن خليني بس عايزة الحضرتك تكلمت عنه إنه المسيحيين اللي في الغرب عايزين يسندوا مسيحيين الشرق وإنتوا بتاخدوا خطوات جدية في هذا إحنا شايفين دلوقتي رئيس الطائفة الإنجلية في فرنسا بيعمل نداء للرئيس ماكرون وبيقول لا نفهم لماذا أوقفوا أكبر كنيسة بروتستانتية في الجزائر كما أنهم أقفلوا العديد من الكنائس الأخرى المسيحيين مهددين بالقتل في كل يوم يخسروا وظائفهم ويعيشوا في خوف مستمر بإقفالهم أكبر كنيسة اللي بيرأسها القصة الذي هو رئيس الطائفة البرتستانتية يدل أنه هجوم مفتوح وعلني لحرية المعتقد في بلد دستوره يسمح بحرية الاعتقاد الديني وهي دي أحد بنوده وبيقول بعد كده أنه نحن نقف هنا غير مصدقين أنه في بلد صديق كالجزائر المسلم له الحق في ممارسة معتقداته الدينية بكل حرية والمسيحي لا يستطيع لا بل ومتهد ومهدد لمجرد أنه يصلي أو يجهر بإيمانه المسيحي لهذا سيدي الرئيس اسمح لي أن أضع أمام انتباهكم موضوع حرية الأديان والمعتقد في الجزائر ونرجو منكم أن تتدخلوا وتدعوا الحكومة الجزائرية لكي تعيد النظر في قراراتها التعصفية وخصوصا للجالية البروتستانتية أنا قريت البيان ده علشان أولا عايز أخذ رأيكم فيه المسلمين دائما ما يعتقدوا أننا كمسيحيين بنلجأ للغرب حتى ناخد تعديد سياسي أو تعديد حربي أو تعديد دائما ما تدخل في السياسة ولكن المسيحي ما هو أسلوب سياسي هو أولا يلجأ إلى الصلاة ولكن هل من حقنا كمسيحيين عندما نضطهد أننا نطلب المساعدة وأن أخوتنا من بلادنا ودمنا في الغرب يقدروا يساعدون ويقفوا معنا حضرتك مثل أستاذ كريم ولكن أيضا خليني أسأل القسنور يعني هل مساندة الغرب أو أنا أسفى الخط وقع مع القسنور طيب أميرة خليني أسألك هل مساندة الغرب فيها شيء يعتبر عداء لبلادنا لا أبدا أبدا وإحنا نطلبوا بمساندة الإخوة اللي في الغرب أحنا نكلموهم كجزء من من الكنيسة أحنا دايما نحاول أنه ما ندخلش الأمور السياسية في الإيمان الإيمان شيء والسياسية شيء تاني أحنا نصلي ونطلب الناس أن تصلي معنا ونطالب بالحقوق بحقوق الكنيسة أحنا حق الممارسة الدين هو موجود في الدستور الجزائري ما نطلبوش بحق غير قانوني موجود في الدستور الجزائري منذ سنوات نعم يعني إحنا أما نتضرب جوه بلادنا ما نقول أي ما فيش مشكلة يعني مضربين مش هنقول أي كمان يعني بس هنقول أي لإخواتنا يعني هنقول هنروح لإخواتنا ونقول سعدونا سندونا بكل ما هو يعني مناسب للموقف اللي احنا فيه وثاني الجزائر مضت على العقود الانترناشنال الدولية تحقوق الإنسان تحقوق الأديان وكلها فأحنا اللي نطالبو أنه هذه الحاجات تتطبق علينا مش أكثر ومش أقل ممتاز خليني هذه مسألة أنه الغرب واليد الغربية واليد الخارجية احنا لا نعم نعم احنا لو احنا اختماني احنا كنا نعتز لما السلطات الجزائرية عرفت بالكنيسة البروتستانتية الجزائرية كهيئة وتحتها عدد كبير من الكنائس نعم والحقيقة أنه مش بس الجزائرين اللي كانوا بيعتزوا بكده لكن كلنا كعابرين كان ده مشهد نصلي أن احنا نشوفه في بلادنا وبنفتخر به وما زلنا عندنا أمل أن ده يستمر والحكومة الجزائرية تغير من هذا الموقف اللي أنا عايزة اعتبره وحتى ولو إنه قاسي جدا وعدد كبير من الكنائس لكن عايزة أقول أنه ممكن تعتبروا حاجة يعني غلطة وتحاولوا تصلحوها وتقعدوا تتحاوروا مع يعني الكنائس وتشوفوا ازاي تقننوا هذه الكنائس بصورة تناسب خليني أخذ مكلمة معنا الأخ محمد من الكويت قالوا سلام المسيح أنا مش سمعة أخ محمد ياريت وقت التليف أهلا سلام سلام ونعم أهلا وسهلا تفضل أهلا بك تفضل والله أنا كنت كلمت حضرتك قبل كده برضو عملت مع حضرتك مداخلة لو حضرتك تستطيع طيب محمد عندك تعليق على موضوع إغلاق الكنائس النهاردة لا أنا ضد هذا الموضوع بس أنا كنت يعني بكلم مع حضرتك في موضوع أن أنت حضرتك كنت كلمت قبل كده عملت حلقة أن الإسلام بيتطهد المرأة نعم طيب أنا مبدين يعني عشان نهثر بكلام أنا ضد موضوع أغلاق الكنائس دي حاجة أنا ضدها وبعدين الإضطهاد طبعا يعني ما تهدمديش إن الإضطهاد بيبقى من المسلمين أجمعين طيب أنا بشكرك محمد على مداخلتك ونقدر نتكلم يمكن تحت الهوى بعد كده لكن النهارد حضراتك 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 قبل كده قلتيني إن حضراتك هتتواصل معي بره البرنامج وبرضه ما تسلطيش طيب لو سمحتوا خلوا تليفون محمد عندكم الرب يبارك طيب خليني خليني أرجع للأستاذ كريم أستاذ كريم من الأمور اللي تقالت إنه قس كريم الأمور اللي تقال اعترضوا عليها الناس اللي موافقة على إغلاق الكنائس إنهم قالوا إنه هذه الكنائس غير قانونية غير مرخصة ملهاش رخصة فهل ده حقيقي عند حضراتك معلومات تفضل ليس تماما حقيقي لأن في الجزائر كان أكثر من منازل وقاعات لهم بنوا بدون وثائق خصوصية نعم في الكنائس كان 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 بنوا مع الوثائق وثائق والإدارة الإدارة نعم كان ثاني كان بنوا بدون وثائق لكن ما يقدروش يغلقوا غير الكنائس ويخلوا جاء للقاعات الأخرى والمنازل الأخرى غير مغلوقة إذ يريدوا أن يطبق القانون على كل المجتمع يغلقوا أكثر من 75% من منازل ومن مقاعات في الجزائر يعني حدثتك بتقول أنه في قاعات ومنازل مبنية بلا ترخيص بلا ترخيص نعم هذا ما قال البرزيدان اسمه القصة نعم قال بأن من 2006 مع قانون 2006 أكثر من 20 40 50 كنيسة وردت أن تعمل وثائق لكن لكن في الولاية في الولاية جاية في الولاية تزوز لم يريدوا أن يعطوهم الوثائق يعني الوثائق موجودة لكن الحكومة ما حبيتش أنها تديهم الوثائق نعم الحكومة ما حبيتش تديه حتى ما يتصل بال بالوثائق الحكومة إما لا تقبل للدوسية لا تقبل للوثائق أو لم تدي للدوسية تدي الوثائق بالصح بالصح ما تعطيهمش ما تعطيهمش بطاقة ولا وثيقة لتأكد الكنيسة طلبة الوثائق والآخر أما في القانون في الدستور الجزائري الدستور هو أكثر أكبر من القانون 2006 في المدة 42 في المدة 42 توثق لكل الجزائريين أن يستطيعوا أن حرية موارسة الشائر الدينية نعم بدون مشكل لذا لم المسيحيون في الجزائر كما المسيحيون خارج الجزائر لم يفهموا هذه الحالة لتعيش الكنيسة الجزائرية اليوم خليني أروح للأسيس نور الكنائس أسيس نور حضرتك سمعني الكنائس التي تتهم أنها كنائس غير مرخصة وكنستك واحدة منهم إزاي حضرتك تفسر لنا الأمر هل كنستك كانت مرخصة أم لا قضية ترحيص الأخت أماني هي قضية إرادة نعم عندنا ككنيسة القرطسنية في الجزائر عندنا مكان قطعة أرض تابعة للكنيسة بالوثائق في أقبو في بجايا وعندنا ملف كامل ونحن نلتظر منذ خمس سنوات من السلطات تعطينا إذن لكي نبني الكنيس ما فيش فكل تنائس عندها وثائق من حلال يعني النوتير مش عارف كيف يقول بالعرب يعني وثائق إدارية على أن هي أماكن مخصصة للعبادة واضح يعني مش أماكن سرية هي أماكن أعلنية ومعروفة من الخارج يعني من خارج المبنى وككنيسة فنحن كمسيحيين يعني ليس عندنا حق أن نبني كنيسة ليس عندنا حق أن نكري مكان للعبادة وحتى أن عندك كل وثائق حتى وإن عندك كل وثائق فلن تتحصل على رخصة من السلطات فوالشيء يعني شيء شيء مقصود ومنظم يعني أنا هنا يعني عندهم كل وثائق الإدارية المطلوبة هي موجودة يعني خليني أفسر للمشاهد اللي يمكن نتصب عليه فهم الأمر ده بالعامية هنا أنه أنتوا قدمتوا كل الوسائق كل الطلبات كل اللي كان مطلوب منكم كنيستك شخصيا بقالكم خمس سنين بتحاولوا تعملوا كده الصوت بيرجع شوايا في ودني فلو تصلحوا ده ولكن الحكومة كانت دايما ما بتستجيبش للطلبات دي يعني الأوراق موجودة عموما يعني إذا كان الحكومة عموما عندها نية إنها تصلح الأوضاع يعني إحنا عندنا في مصر يقولوا مثلا لما يكون في حد عايز ياخد حتة أرض وياخدها بوضع يد في ناس كثير بتعمل كده مثلا عشان ما كانش قادر يطلع ورق لكن كان في حاجة تصحيح أوضاع بعد كده طب تعالوا نشوف إيه الأوراق اللازمة تدفع إيه نعمل لك خليني أخد الأخ أيوب أهلا بيك أخ أيوب تفضل أحياتي أخت فرحة أهلا بيك أنا أماني الأخت فرحة مش معانا النهار أحياتي لكل أخواتي وأخوتي أختي أنا لما أسمعت بصول يعني بيقول أن المسلم له الحق في مارسة معتقداته الدينية بكل حرية ولا يستطيع المسيح لا بل يبطهد ومهدد يمجرد أنه يصلي أو يجهر بإيمانه والله أنا أعتقد الموضوع أن أتحد عن المسيحين في فرنسا بعدين لا أقل أن أتحد عن الجزائر يعني السؤال العجيب وغريب نحن في أمريكا أن نعاني نفس المشكلة في أمريكا في بلد الحريات المسلم له كل الحرية أكسترا حرية أكتر من الحرية الألترا في مارسة إيمانه ويجهر إيمانه ويدعو الناس بل ويتطهد هو يرهب غير المسلم وبيمعرف كثير من الجيات المختصة ربما الموضوع بتطلق نعم ممكن هذا يكون أحد السبب وأنا أسمعت في برنامج دي كل نور الأخ نزار أقول حتى في كندا نفس الموضوع لا معلش اسمحلي حضرتك بتتكلم على اضطهاد المسيحيين اضطهاد روحي دي حاجة والاضطهاد القانوني وأنه البلد تاخد قرارات تعسفية ضد حد عنده أوراق قانونية ده لا يحدث في الغرب ده بيحصل عندنا بس فلازم نكون واقعيين في ده الكتاب يقول أننا كمسيحيين وأنه اضطهد على كل الأحوال ما فيش مشكلة لكن ده لا يعني أننا ما نقفش ونقول الحق وناخد حقوقنا الرب يبركك وأشكرك أخي أيوب طيب خليني أرجع لأخت أميرة أخت أميرة حضرتك فسرتيلي موضوع الترتيبات اللي حصلت علشان الكنيسة تفتح بطريقة أخرى يعني ياردت تشرحيلي الأمر ده إزاي كان النقلة من الكنيسة الكاثوليكية إلى الكنيسة الإنجلية تفضلي اللي نعرفه أنا على الكنيسة الجزائرية وأنا عندي سنوات أكثر من الإخوة اللي يتكلموا أنه هي دائماً موجودة نعم التاريخ الجزائري قلنا أنه النزائر مربوطة تاريخها مربوطة بالمسيحية نحن نعرف أنه في ناس أعلنت إيمانها في القرون البعيدة نعرف أنه في ناس ودايماً في خيط متاع مسيحيين في الجزائر الكنيسة موجودة يعني يمكن ما نسمعش عنها لكن هي موجودة ونشوف في القرون القديمة في ناس اسمهم كبير في العالم المسيحي منهم القدوس أغسطينو سينتو جستان هو جزائري نعم وحتى لسنوات الماضية كانوا جزء من الجزائريين ما يعرفوش هذا لكن تاريخ الجزائر دايماً فيه المسيحية المسيحيين ما طلعوش يوم بين يوم وليلة ما طلعوش تحت حجرة أميرة داي نقلني لنقطة تانية وهي موضوع الفرق بين الأمازيغ والعرب وكأنه يعني في الجزائر الآن الدولة عايزة تقول أنه بس دول الأمازيغ هم اللي عاملين المشكلة دي وأنه المسيحيين اللي موجودين جوه الكنائس اللي أغلقت دي ما كانوش فيهم عرب هناك مسيحيين كثيرين عرب داخل الكنيسة وموضوع التفرقة بين الأمازيغ والعرب في الأمر ده أحب أسمع من كنت التلاتة رأيكم في الموضوع ده يريد تعال لقيلي الأول أميرة تفضلي أنا إيماني المسيحي يحسب بعشرات السنوات وأنا صغيرة يعني طفلة صغيرة تمانية تسعة عشر سنين كنت نعرف العائلات المسيحية يعني مش من مبارح نعم ودايما في في محمد في حسن في علي في فاطمة في دهبية في مختار في عبد الله يعني الجزائر بكل ألوانها وبكل أماكنها وثقافتها موجودين داخل الكنيسة ما نعرف هذا قبيلي أو هذا من ناحية عربية يعني الصراع ده بتحاول توجده الحكومة أو السلطات المنهضة ولكنه ليس حقيقة موجود قس نور يريد تعلق على الأمر ده القس نور معنا طيب أسيس نور لو أنت سمعني هل عندك تعليق على موضوع الفرق بين الأمازيغ والعرب طيب يمكن هو مش سمعني أنا سمع الصوت عالي شوية لكن في ناشط حاب أرى لكم التعليق ده بيقول كده في الدكتور ناصر جابي قال أن غلق الكنائس استفزاز لكل الجزائريين واعترد على ده واعترد البعض على اعتراضه ومنه من ناشط الحقوق عمار خبايا بيقول كده ردا على الدكتور ناصر جابي أن الجزائر مش سايبة ولا هي سوء ما تفتحوش كده كنيس على حسابكم وبيقول أن منطقة القبائل كان فيها زاوية محترمة بتعلم الإسلام يعني منطقة القبائل مش مكان مسيحي ويعني الضرب بقى في الفرق بين القبائل والعرب والمنطقة القبائل كانت مسيحية أصلا ولا لأ دي هي القضية اللي عايزينها تسود الآن خلينا نقول أخ كريم مثلا لو نداء للإخوة المسيحيين أن المسألة ما تكون بينهم عرقية وأن ده يكون مثل لأهل الجزائر كلهم نعم في الجزائر أنا كل ما أروح أجي إلى الجزائر في أكثر اجتماعات العبادة في منطقة القبائل يعبد الرب باللغة العربية يغني باللغة العربية ويعبد الرب باللغة العربية نعم لذا أنا أستطيع أن أقول في الكنيسة في الجزائر أما بنحية القبائل الأولى بنحية وهران وغير منطقة القبائل كان في الداخل الكنيسة كان الإخوة والأخوات باسم يسوع لا فرق بين قبائل ولا عربي ولا فرنسي في الكنيسة كان غير الأخوة والأخوات ليأمنوا بيسوع المسيح ويعبدوا الرب ويستمعوا بالكتاب المقدس الكنيسة ليس مكان للسياسة كل مزبوط كل كل واحد يريد يدير السياسة يخدم في السياسة يخدم السياسة في خارج الكنيسة ليس في داخل الكنيسة هذا هو تعليم المسيح هذا هو تعليم سمعت به في الكنيس الجزائرية في مناطق القبائل كما في مناطق أخرى مثل الآن أريد أن أقول كلمة على التاريخ الأخ اللي يقول بأن في القبائل ولا في الجزائر ليس لا يكون هناك المسيحية غالت بتاريخ الأخت الأخت أميرة تكلمت على سنة أغسطان على أغسطان لكن قبل أغسطان كالإنت تارتوليان في القرن الثاني في القرن الثالث السيبريان في القرن الرابع والخامس أغسطان في كل القرون في شمال إفريقيا عندنا المسيحيين المسيحيين كانوا في شمال إفريقيا قبل ما يجئ الإسلام بعد ما جاء الإسلام المسيحيين كانوا المسيحيين تكمل في شمال إفريقيا حتى الأيام الأخيرة حتى هذه الأيام الأخيرة أنا حب في الدقاء الفضلة الباقية دلوقتي أعز بسواريكم تشوفوا الفيديو اللي بتعرض أمامنا دلوقتي ده فيديو لغلق إحدى الكنائس وإحدى الأخوات ركعت على الأرض وكل اللي عملته إنها كانت بتصلي فالنهاردة عنوان حلقتنا هو كنيسة الجزائر تصلي والرسالة اللي عايزين نقدمها النهاردة إنه إنه إحنا يعني أنا حقول للرسالة اللي عايزين نقدمها كقناة الحياة وكإخواتكم وقناة الحياة بتشمل الكنيسة الجزائرية أيضا عايزين نقول إنه عايزين نقدم رسالة سلام وعايزين نقول إنه عندما نقع في تجربة نحن نصلي مش بنعمل مظاهرة ولا بنعمل ثورة ولكن صلاتنا لا تسكتنا عن قول الحق إحنا عايزين سلام في بلدنا كلها حابة إن أنا أروح لكل واحد فيكم بالدور كده تقولولي إيه رسالتك للكنيسة الجزائرية وللجزائر نشجع الكنيسة ونقول رسالة للشعب الجزائري نعم خليني أخذ خليني أخذ مكالمة أخيرة الأخ جرجس تفضل أخ جرجس أهلا أهلا بيك أخ جرجس تفضل سلام ونعمة تفضل بصي أنا في أمريكا هنا في أماكن في كناس تغلقت واشتريت الناس عملوها جوامع يعني عادي ما بيش أي تفرقة يعني وأقول لك حاجة مثل تاني أنا أصلا من أسكندرية بس أهلي كل ما عادين في أسيو عندنا كنيسة في القرية اسمها موشة كنيسة مارا بوكتور صدقيني اشتروا لها وبنوها وهي كبيرة وسعوها يعني كمية كبيرة نعم واللي اشتركوا أغلب اللي كان يبعث لأثمن والبونة والطوبة أغلبهم مسلمين أنا بعرف واحد اسمه سيد مصير دايما كان يبعث بالعربيات وأثمن طيب خليني حبس هوقفك دقيقة أخونا جرجس أنا سعيدة بمشاركتك لكن هرد عليك وبشكرك على المشاركة دي أولا واحد إنه الكنائس اللي بتغلق في دول الغرب دي غالبا بتكون كنائس صحابة سابوها مش الحكومة بتقفل احنا بتكلم في قضية تانية لكن القضية اللي بنتكلم عنها النهاردة هي قضية غلق كنائس يعني بالقوة خليني روح للأسيس نور إيه رسالتك النهاردة طبعا يعني دول مسيحيين ودول من خلفه إسلامية دي حاجة تانية خالص يعني تفضل يعني رسالة يعني الأخت أماني لكل المؤمنين المسيحيين الصلاة أن نكون كما أوصانا السيد المسيح يعني يعني نكون نكون شعب مصلي يعني نصلي أن رب يعطينا حكمة أمين وأن نصلي من أجل من أجل بلدنا ومن أجل الجزائر ككل نعم ونطلب كمان من كل المؤمنين في مختلف يعني الكنائس أن تساعدنا في الصلاة في خصوص في هذه الأيام وكل الذين يعني هم يعني في خصوص النساء والأطفال لعانوا في هذه الأيام يعني الأخيرة في مشاكل نفسية أن رب يتدخل ويشفيهم بإسم يسوع المسيح أمين حضرت الأسيس ممكن تصلي لنا أنت من أجل الكنيسة تفضل يا رب يا يسوع أنت هو رب السلام يا رب نطلبك ونصلي يا رب من أجل كنيستك من أجل جسدك في الجزائر أن تعطي لنا يعني يا رب نعمتك في هذه الأوقات يا رب وأنت أنت السلطان يا رب على هذا الكون يا رب وأنت القادر على كل شيء أن تساعدنا في هذه الظروف تقوينا في إيماننا يا رب وأن تقودنا في نورك بإسم يسوع أن نكون بركة لكل بلدنا يا رب وأحمي بلدنا يا رب بإسم يسوع المسيح وبارك يا رب حكوماتنا يا رب وسلطتنا يا رب يعني أن نكون في يا رب في نور كلمتك يا رب إسم يسوع المسيح أمين أمين حدث الأسيس نشكرك والربي بركك وبركك أخونا وحنكمل نبقى على اتصال معكم ونتابع الموقف وكمان يعني ندي أخبار للمشاهدين أخ كريم أنا بشكرك كتير أشكرك على حضورك معنا النهاردة ووقتك وكمان اللي أنت بتعمله من خلف الكاميرا يعني كمان حضرتك ليك شغل كتير في وسط شعبك ربي بركك شكرا شكرا أقدر أقول كلمة يس دقيقة وحدة لأنه الوقت انتهت فضل أريد أن أقول لكنيسة في الجزائر أنها ليست وحيدة بل هي محطة ومدعومة من طرف الكنيسة العالمية أريد أيضا أن أقول لسلطات الجزائرية أن تعرف أن العالم سينظر كيف تعامل المسيحيين في الجزائر مضبوط أيضا أريد أن أقول واحدة حاجة أخيرة على الدول الغربية لازم أن تعرف أننا نلحظ مواقفها بالدقة على ما يحدث في الجزائر هل سلطات الدول الغربية تكون على مستوى المبادئ العالية للديمقراطية أمين أريد أن أخلص على هذه كلمة لا تخف يقول يسوع المسيح أفضل ختم الرب يبركك ويقويك في اسم يسوع أخت أميرة الرب يبركك حبيبتي فاضل أقل من دقيقة فأنا بشكرك جدا على كل جهدك في إعداد الحلقة دي والرب يبركك خلينا نقول كلمة ربع دقيقة ربع دقيقة عشان خاطرك حاطف تفضل أنا نحب نشكر الشعب الجزائري على رد فعله وتأييده للكنيسة الجزائرية في حد سأل سؤال ضد أو مع إغلاق الكنائس طالع مبارح بالليل 86 ضد إغلاق الكنائس نشكركم يا أخوتنا نحن نحبكم نحن نصلي من أجلكم يا كنيسة أصمدي وفرحي وأنا فخور أن نشوف أخواتي وأخواتي يرنموا ويمجدوا إلههم في وسط المشاكل أمين أمين أحنا نعرف كلنا أنه كل الأمور تخدم لصلاح اللي يحيبنا الرب والرب هو اللي عنده الكلمة الأخيرة شكرا والرب يبارك شكرا حبيبتي والرب يباركك أيضا دلوقتي إحنا حابين نقول لكم كقناة الحياة كل اللي عنده رسالة عايزة يبعثها لمؤسسات حقوق الإنسان إحنا هنقدمها عنكم نبعثوها لتليفون البرنامج أو إيميلات البرنامج أو إيميلات قناة الحياة عموما وإحنا نقف في الصغر معكم وهنقدم صوتكم للبرلمانات الأوروبية حقوق الإنسان مؤسسات حقوق الإنسان الرب يبارككم وخلينا نقفل مع الترنيمة اللي جاية دي اللي الستات بيرنموها في وسط الشارع تفضل موسيقى موسيقى شكرا